اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والثقافة اليونانية لها ابعاد معينة او عندهم فكر معين انا هقول لكم النص وانتوا تحاولوا تخمنوا في كل الكلام اللي هقولوا دا يعدي معهم معادة حتة واحدة مش هتعدي مينفعش يتعدي عندهم يعني هم مختلفين عليها اختلاف جزري انا بسأل سؤال صعب مش سهل يعني اللي هجوي يكون عارف الثقافة اليونانية كتبتقول ايه في الوقت دا بس مش مشكلة دي بداية عشان نركز وانا بقرأ النص ممكن نخمن على فكرة انا بقول سؤال صعب عشان نفتي يعني ممكن كل واحد يقول اللي هو عايزه ما فيش اي مشكلة طيب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان انسان مرسل من الله اسمه يحن هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كده رجع يتكلم تاني على يسوع المسيح كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمة وحق وهو بوليس بيتبشر بالمسيح هيبدأ يقول شوية مفاهيم زي كده يعني هيقول ده نور جيه ده هو اللي جيه نور العالم ده احنا نورنا به فيبدأ يتكلم بالشوية هيقول لهم اللغس كلمة دي هم عارفينها الكلمة كلمة لغس في الثقافة يعني هي معروفة عندهم ده الكلمة هم عندهم الكلمة دي حاجة كبيرة قوي بس في النص ده في جملة عندهم لأ ماينفعش نقبلها خالص تقدروا تخمنوا هو سؤال صعب مش ساحل وانا جاي عمال اقول اقول الجزء ده بالشكل ده ولا لأ فانا باعترف لكم السؤال ده صعب ايه الحاجة لجوة الكلام اللي قلته كان اليونانيين رفضينها تماما تفضل نعم ساركس اوكي اسمك ايه فادي فادي سؤال صعب وفادي اصعب نجابه على طول براو صح عندهم مشكلة في كلمة الكلمة صار جسدا مشكلة كبيرة جدا كلم زي ما انت عايز احنا نؤمن بتعدد الالهة كلم على الاب والابن وروحوا الكدس ما عندناش مشكلة معايا اليونانيين ما كان عندهمش مشكلة الاقنيم التلاتة خالص لانهما مؤمنين بتعدد الالهة فما عندوش الازمة دي غير اللي مؤمن باليونيتيريان جد عنده مشكلة في الحتة دي لغاية ما يفهم اللي هو الاله الواحد الازمة كانت عندهم في الجملة دي الكلمة صار جسدا لا ما ينفعش طب ليه ما ينفعش اقول لكم ليه ما ينفعش فيه ناس كانت قابل لأفلاطون تتكلم في حاجة معينة أفلاطون واحد من الفلسفة اليونانيين بس جاء أفلاطون بدأ يقول مبدأ معين بدأ يحكي حكاية كده معينة بيسموها كهف أفلاطون لو احنا عايزين ندور على الانترنت نفهمها أكتب فيبدأ يقول كهف أفلاطون بيقول فيه ايه بيقول فيه ناس موجودين في كهف وهما مش شايفين بعض وهم ما بصين على حيطة أوكي متخلين منظر يعني أنا قاعدة هو وبصص على حيطة مضلمة وفيه نار متولعة بشكل أو بآخر في منطقة تانية وراهم نار وفيه ناس يعني ناس واقفة بتعمل حركات كده فيه نار وكده فيه ناس قاعدة بتتفرج على الحيط الحيطة هنا ناس بتتفرج على الحيطة وفيه نار وراهم وفيه ناس بتعمل حاجة فالناس اللي بتعملوا قدام النار بيبانع الحيط على انه ايه ظل صح shadow وبدأ يقول اني اني احنا بنشوف ظل الحقيقة فقال له طب يعني نعمل يعني يعني ازاي يعني فقال ايوة احنا كده موجودين كلنا في كهف معين كلنا البشر دول في كهف فبصراحة احنا مش متعامل مع الحقيقة الحقيقة اعلى بكتير بكتير جدا من اللي احنا بنعمله مع بعض يعني ايه برضو الكلام ده بدأ يعني يقول لو جي واحد ومسك اللي قاعدين في الكهف دول وقالهم تعالوا بقى طلعوا اقول النور طلع 정부 برة الكهف فلو طلعتوا برة الكهف هتشوفوا الحقيقة هتشوفوا الالوان هتشوفوا النور هتشوفوا الحاجات الحقيقة انتوا قاعدين جوة الكهف ففاشفين الزلال بس ما عندكمش يتفاعل غير مع الزلال فمتهيئ لكم ان الزلال هي الحقيقة ومعرفوش حاجة غير الزل معرفوش حاجة غير ده فبالنسبة لهم الضل ده هو الحقيقة جم بعده ناس تانية بعد أفلاطون بدأ يقولوا يبقى معنى الكلام ده هم ترجموا كلام أفلاطون بشكل مش صحيح بس بدأوا يقولوا كلام تاني بدأ يقولوا ايه بقى يبقى اي حاجة ملموسة هي مش حقيقية اوكي اللي هو احنا والحاجة الحقيقية حاجة روحية اعمق بكتير فيه كلام حلو على فكرة في الموضوع مش كلام كلو واحش يعني الحاجة الروحية اعمق بكتير جدا جدا من الحاجات اللي احنا بنتلامس بيها مع بعض الحاجة الروحية دي قوة عظمى اكبر بكتير جدا واقوى بكتير من اللي احنا نتلامس معه بعد شوية حصل تطور الفكر بدأ يقوله يبقى اي حاجة غير مرئية في قوة غير مرئية موجودة كده موجودة في حتة معينة دي القوة ودي الحاجة الحقيقة وده الخير وده الحاجة الخيرة الحاجة الحلوة واي حاجة ملموسة هي ايه هي شر ده تطور الفكرة اي حاجة ملموسة هي شر فبدأ ما احنا لنا جسد لا احنا في حالة شريرة بدأت الترجمة ان الجسد يعبر عن الشر الجسد الشر فلما يجي بقى بوليس يقولهم الكلمة صار جسدا يقولوا لا بص كل الكلام تقولوا حلو الحاجات الروحية حلوة والنور والإضاءة والنور والحاجات الحلوة دي جميلة جدا انك تتكلم عنها بس ما تقولش الجملة دي لان انت لو بتتكلم عن الاله خير ما ينفعش يبقى بياخد جسد فكا عندهم ازمة فطلعوا مجموعة من المسيحيين يقولوا طب ايه طب نحل الازمة بس بدأوا يحلوها غلط بدأوا يقولوا ايه طب في مجموعة طلعت بعدها بكرون يعني اسمهم الخيالين الخيالين بيقولوا ايه بنسمهم كده الخيالين هيبدأ يقولوا على فكرة يسوع المسيح لما جه ما كانش واخد جسد حقيقي كان واخد جسد خيالي فالناس يقولوا يعني ازاي يعني كان واخد جسد ويجي يحنى يرد على فكرة مشابهة مش لازم تكون الفكرة دي بالنص ويبدأ يقول الذي لمسناه الذي رأيناه هو عايز يأكد على فكرة ايه لا ده ملموس اللي اتصلى بجسد دي حاجة حقيقي مفيش حاجة اسمه اسمه جسد خيالي هو كانش البدع دي في الوقت بتاع يوحنى متبلورة بس الافكار دي كانت متناثرة موجودة يعني لانه متأسرين بثقافات يونانية موجودة بصوا القصة دي كلها بقولها لكم عشان اوصل كمان لحتة تانية ان بدأ يظهر بعدين في القرن التاني والتالت حاجة اسمها تعليم غنوسية تعليم الغنوسية دي بتقول كده بوضوح اي حاجة مدية هي شر وجسد شر وجسد بتاعنا ده شرير اللي هو واحنا يعني الجسد ده شر وفي حاجة ممكن تبقى خيرها اللي هي الروح التعليم الغنوسية الكنيسة رفضتها مبدئيا عشان نتكلم بوضوح التعليم كان مرفوض تماما يعني ايه ما احنا بقول الكلمة صار جسدا ازاي ازاي هنقبل ان الجسد شرير ويبقى يسوع المسيح خد جسد ده هو بالفعل ده بدأ يكسر كل المقييس بتاع الفكرة اليوناني اللي بيتكلم عن النقطة دي يقول لأ احنا حقيين والجسد بتاعنا حقيقي والجسد ده مبارك في يسوع المسيح طب هتقابلنا ايات صعبة فرصالات غلطية هتلاقوا مكتوب كده ايه الجسد اشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد قال له مش لسه بنتكلم ان الجسد ده حلو وكويس ومبارك لان يسوع المسيح بارك الجسد فهو اخده طب ازاي بقى الجسد يشتهي ضد الروح اكيد احنا عارفين ان الروح حلو ومعنى ان ضد معناها ان الجسد في حاجة ضد الروح طب ايه يا بوليس انت هتلخبطنا ولا بتعمل ايه بالظبط ايه رأيكم حد غير فادي عشان غالبا هيبعارف الحتة دي برافو صح والروح اه الروح القدس نفسه صح اسمك ايه ديفيد لا انتو برافو عليكم بيبونا عندكم ناس شديدة ربنا احافظ عليكم طبعا الكلام مضبوط جدا اني اني كلمة الجسد لما تتذكر في الكتاب المقدس فاوقات كتيرة بمعناها الانسان على بعضه الانسان العطيق زي ما قال ديفيد الانسان القديم لسه مش متجدد بالروح القدس الروح القدس فالانسان العطيق لاني اسكابتل مش مش روح عدية مش الروح الانسانية فيبقى مقصود ايه اه ان الروح القدس نفسه اني خلينا احنا كلنا على بعض في اتجاهات قوية ناحية يسوع المسيح متجددين بس احنا بالانسان العطيق اللي مش متجدد بالروح القدس اللي مش واخد مفعيل الروح القدس هيميل عكس كده اوكي يبقى كلمة جسد مبدئيا لما شوفها في الكتاب المقدس هي بتعبر عن حالة الانسان العطيق طب الانسان الكيان الانساني بتكون من ايه؟ ده سؤال متوسط سهل تكون من ايه؟ جسد؟ ها؟ ديفيد بيعمل السبعين ولا ثلاث سؤال؟ ثلاثة ولا اتنين؟ نفسه جسد وروح ماشي حد عنده كلام تاني؟ بقى انتو صليف العالي فاحنا لازم نتكلم بنفس المستوى هو فيه حاجة اسمه التكوين الثلاثي اللي انتو بتقولوه الثلاثي اللي بنتكلم عنه اللي هو جسد ونفسه روح بس هنلاقي دايما في في ديك بس برا بي التكوين لما نيجي نقرأ الفكر القديس كيرولوس الكبير مثلا هنلاقي دايما يتكلم على حاجة اسمه التكوين الثنائي للانسان يقول الانسان عبارة عن جزء مرئي يعني ده انا مش بقول كلامه انا بقول شرح وكده بيقول ايه احنا عندنا في فكرة تانية ان فيه الانسان عبارة عن جزء مرئي شايفينه اللي هو اسمه الجسد وجزء غير مرئي قديس كيرولوس والاباء بيحبوا يطلقوا لبز عليها بيسموها النفس العاقلة النفس العاقلة يعني هم حطين النفس والروح ده كمكون واحد ويبدأوا يقولوا حاجة غريبة جدا يقولوا الله عمره ما يخلق الانسان متنافر في نفسه يعني هو لازم يخلق ربنا انسان متناغم مع نفسه كانسان يعني ايه يعني دلوقتي تيجي قدامي مثلا مخي بيقعد يفكر كده فيفكر بشكل انتقامي وانه عايز ينتقم من حد فيدي اشارة للجسد انك لما تشوف فلاني اضرابه فالجسد يعمل ايه يشوف اللي قدامه يضرابه مين اللي غلط مين اللي غلط بالزبط مين هنا اساس الخطأ فين العاقلة صح؟ مش الجسد اوكي مش ده ده بينفز السكينة ممكن اموت بيها واحد وممكن اقطع بيها بطاطس يعني ممكن اعمل بيها حاجات كويسة وهي هي نفس الاداة ممكن اعمل بيها حاجة غلط يبقى الفكرة مكنتش في الاداة خالص طب الروح هل الروح البشرية ممكن تبقى شريرة؟ ايه رأيكم؟ الروح البشرية النفس العاقلة هنتكلم عن تكوين السنائي ده ممكن النفس العاقلة يبقى لها اتجاهات شريرة؟ اه؟ هم؟ 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 اوكي اسمك؟ ديفيد هو ديفيد بيقول ان الروح لان هي نفخة الله في الانسان فهي عمرها ما تبقى شريرة لان هي نفخة الله في الانسان هنعرف ان في الافكار الابائية بنكلم على ان الروح اللي هي نفخة الله هي الروح الكدس اكتر منها الروح الانسانية فمش كل الاباء بيقولوا كده بس معظمهم بيقول الفكرة اللي بقوله لك دلوقتي ان لا ربنا ما خلق ادم خلق جسد نفسه روح بس نفخ فيه قال له انت ما ادعو الاتحاد بي بالنفخة دي اللي هي الروح الكدس انت في دعوة قوية للاتحاد بي بالروح الكدس يبقى ساعتها برضو هيبقى النفخة دي الروح الكدس اللي احنا مش مختلفين عليه بنقول ساعات ان الواحد لو كان شرير اوي 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 اني انا مش بحب اتكلم باللغة دي بس هتكلم معكو بيها دلوقتي يعني وبعدين لان اما بحب شادين حد بس مش اكتر معرفش وبعدين في الشر بتاعه مات جسده في التراب روحه فين هو شرير اوي 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 يعني بشكل او باخر روحه هي هي اللي بتخش في الجحيم صح معنى كده انا نروح فيها يشكل مشكل الشر لان هي اللي راحت لو هي حلوة اوي هتروح ليه فاهمين الفكرة دي ولا مش اوي صعبة ما علينا مش الهدف الحتة دي انا هتكلم فيها بس الهدف اوصل لكم حاجة ان المكون ده الفكر بتاعنا ده والتحريك بتاعه الفكر ده هو اللي بيحرك كل حاجة عشان كده كتاب مقدس بوليس واسول يتكلم كتير يقول يعني حاجات كتيرة بس بمعاني المهمة اوي يقول تجددوا عن شكلكم بايه بتغيير ازهانكم تغيروا تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه ازهانكم غيروا ده ده مهمة اوي لان ده هو اللي بيعمل كل حاجة وده كل ما يبقى مظبوط ويبقى عايش في نور الله وعايش في نور الروح الكدس كل ما هيبقى كل فاعل مبارك ويبقى الجسد بتاعي ده اقف وقت معين بمبي حاجات غلط بس هو هو نفس الجسد ممكن يقف يسبح ربنا صح؟ هو هو نفس الجسد يقف يرفع ديه لفوق هو هو نفس الجسد يعمل مطانية وينزع على الارض ويقوم ويتبارك بأعمال كتيرة اوي ممكن يعملها الجسد ده لان نفس العقلة الفكر بتاعنا المتجدد بالمسيح هو اللي بيديله الامر ان هو يشتعل في اول نقطة عايز اقولها لكم تبقى واضحة محدش يكون عنده او يبدأ يسمح لفكره ان هو يفكر في التعليم الغنوسية ان الجسد بتاعنا وحش لا الجسد بتاعنا حلو لو استخدمناه صح اي الفكرة هنا ده اللي وحش او حلو الفكر بتاعنا والتفكير وطريقة التفكير والاولويات والقناعات اللي تتحط هنا بتترتب برا بعض هي اللي بيترتب عليها النتائج الافعال الجسدية بتاعنا بس هيقابلنا حاجة لازم ناخدها باعتبار شديد لا بولس الرسول يتكلم على ان احنا هيكل الله كإنسان صح الروح القدس بيسكن فينا باكا يتكلم على ان اي خطيئة اي خطيئة بتحصل هي خارجة على الإنساني طلع منه البرا الا الخطايا الجنسية انا هتكلم بصراحة وبوضوح شوي دي بتخلينا تعبنين قوي ليه؟ لاني انا هيكل الله الروح القدس جواي والإنسان اللي جواي الروح القدس اراد او لم يريد هو ربنا بيقول له انت هيكل فالهيكل ده اللي هو احنا متفقين الفكر والجسد مش مش نتكلم على الجسد خلاص احنا قلمة الجسد دي زبطناها من الاول خالص نتكلم على الإنسان العطيق بيتعب قوي في الموضوع ده لما يكون فيه افكار في الحتة دي او تصرفات في الحتة دي بيتدايق بيتدايق بيحس ان في حاجة غلط ليه؟ لان هو شايف ان هو يعني او الروح القدس دايما يقول له خلي بالك انت هيكل الله انت الهيكل تخيلوا يعني تخيلوا المسبح المسبح يعني انا عايز بس اوصلها لكم التصور نقبله بعانينا يعني المسبح شايل جسد المسيح صح؟ فاحنا هيكل الله فاحنا المسبح فتخيلوا انا لو مكان المسبح فالمسبح لما يبقى مدنس ببقى مش مستحمل في حاجة غلط عشان كده الخطايا دي بتتعبنا وعشان كده عايزة تدرعات جمدة جدا لربنا من انه يرفعها عننا وناخد منها مواقف قوية بس انا هيقول لكم يعني ثلاث نصايح في الموضيع دي عشان نعرف نتحرك اكتر واكتر اول حاجة لما نشوف الحدود بتاعت الصيام اللي احنا فيه حد الابن الضال المرأة السامرية مين تاني؟ المخلع والقعمى صح؟ لما تيجوا تبصوا كده على المنظر هتلاقوا حاجة غريبة من بيت كده كأن الرسالة مفيش حاجة اسمها فشل صح؟ دي الرسالة مفيش حاجة اسمها فشل الكنيسة بتعلمنا ده الابن الضال موت ابوه بالحياة ورجع والدنيا مشت المرأة السامرية كانت بتقرر خطيئة كتيرة قوي ورجعت والدنيا مشت معايا الراجل الاعمى اللي هو مريد بركت بيتحاسد قال له 38 سنة في نفس الخطيئة او يعني تعبان يعني من الخطيئة كأنها هو وقت طويل قوي وراح والدنيا مشت فاول رسالة مهمة قوي اول حد يفكر فاني لما يكون في خطيئة وطفر هي ايه وخصوصا الخطايا الجنسية لان دي الواحد فعلا بتعبان منها يبقى شايف ان الدنيا وقفت خلاص لا هو واحنا بنعمل مطانيا على الارض صح؟ لما بنعمل مطانيا بنعمل ايه؟ بنلمس الارض بس بنكمل في الارض بنكمل بنقف تاني صح؟ ليه بنقف تاني؟ عشان احنا وثقين في قيمتنا مع يسوع المسيح فبنقول له رب معلش احنا اخطأنا الى انفسنا اكتر احنا اخطأنا الى اكسادنا اللي هي بتشيل الروح الكدس بتاعك فسامحنا وانا بقوم بقول له رب يلا نتحرك تاني ما بقاش دايما في الحتة بتاعت السجود والقبوع في السجود يعني انا موطي وخلاص والدنيا تقفلت على كده لا الرسالة دايما هي انا بقوم وقوم اغلط وقوم يعني ان استبيح لا مش متكلم على استباحة الخطيئة خالص بس بنتكلم على رجاء مجد احنا عندنا رجاء المجد فاحنا دايما منفكر بالفكرة الرجاء اكتر منها باي فكرة تاني تاني حاجة لو واحد معاه صينية في عشر كبيرات مية ومفروض في عشرة ناس عشرة اشخاص مستنين ومشربوا عطشانين وكده هو ماشي هم عطشانين وكده عبل فكباية واعت يعمل ايه هيكمل ده اول فكرة هتجي لنا هيكمل يوصل للتسعة الباقيين صح صح ساعات الشطان يضحك علينا فكرة معينة يقول لنا ايه انت اخطأت خلاص فلو سمحت ارمي بقيت الصينية لانك اخطأت غلط فيحصل ايه انا معي عشر كبايات كباية واعت اعمل ايه وادي الصينية كمان ايه فعامين انا بتكلم في ايه فكرة اني خلاص مش خلاص ليه خلاص ما انا هعمل مطانية واكمل فيه عشر كتسع كبايات هوصلهم فيه ناس محتاجة تشرط فيه اتجاهات ممكن اخدها في حياتي بهدوء وبصدق جوه يسوع المسيح وبتنجح رامي الصينية ربنا ما بيحب ربنا بصهم مش انا مش معرفش اقول ربنا بيفكر ازاي بس اعتقد انة ان او اتكعبلت يعني انا اخد بالي بس اتكعبلتوكوباي وقت دي ربنا يقوللي ايه طب معلش خلي بالك بس اول ما بارمィ السونية يقوللي ايه يعني اول مرة بيحصل الموضوع ده الخطأ الفكري او الخطأ يقولي خلي بالك بس ما بارمي السونية يقول لي ايه يقول يا انت بتبعد اول مرة يقوله ايه خلي بالك تاني مرة يقول لي ايه يقول لي انت بتبعد انت بتبعد عن النور كده انا خايف انا زعلان عليك انا خايف عليك زي القض مع الابن الضال انا خايف عليك انا مش زعلان منك انا زعلان ايه عليك في فرق كبير ما بين الاتنين فتاني نقطة محدش يرمي الصنية محدش يقول خلاص لا فيش حاجة اسمها خلاص احنا لسه نتكلمين على فيش حاجة اسمها فشل ويأس عندنا رجاء مهم جدا تالت حاجة وتالت حاجة دي انا عايزها ان الواحد يشتغل عليها فكريا كتير لان ده تجديد زهن لما بيحصل بيفرق معنا في حاجة اسمها انت مركز على ايه انت مركز على ربنا ولا مركز على الخطيئة يعني بيسموها كده يعني تركيزك مبني في حياتك على الخطيئة والتخلص منها ولا تركيزك مبني على علاقتك مع الله والاستمرار فيها في فرق ما بين الفكرتين في دماغنا احنا لو انا مركز على الخطيئة الاتنين مهمين على الفكرة التركيز فيهم بس انا بيكلم على الاولاوية الفكرية لو انا مركز على الخطيئة لغاية ما اتخلص منها واعد في الدائرة دي يا رب انا معاك لغاية ما اتخلص من الخطيئة وبعدين اعمل اي حاجة معاك يا رب الخطيئة دي لازم انا كده اسمي ايه مركز على الخطيئة لما في واحد تاني يقول له بص يا رب اللي مركز على الخطيئة في وقت معينة ما تحصل الخطيئة يقول لها مش هصلي مش هصلي مش هحضر مش هينفع صلي مش هعرف اعمل اي حاجة كويس ليه هو مركز على الخطيئة في واحد تاني مركز على ربنا يقول يا رب انا معك ساعدني هقف جنبك وانت تساعدني وانا هخدم معاك وانت تساعدني انا ساعات بضعف وقع يا رب بس انا هقوم اكمل معاك لان انت القوة فيك مش فيه طب لما يعمل خطيئة يعمل ايه ده اللي هو مركز على ربنا يعمل ايه يجري على ربنا لان هو هو مركز على ربنا يقول له يا رب معلش سامحني هو ربنا لما بعمل خطيئة بيبقى يعني مدي ظهره لينا ولا بيحصل ايه. انا معي ادي وقتي هنا. عشر داية ولا ربع ساعة ولا. تلت ساعة. طيب انا عايز اشرح حاجة ما كنتم سكي المايك. سمعيني كده. بصوا بصوا الاول لما ربنا خلق ادم. اهو ادم. خلقوا وشوا ربنا. اهو ربنا. و ربنا قالوا خلي بالك لو انت اخترتك الى اله لذاتك. زي حاجة ما قالت. حواء اله لهم انتو لو كنتموا الشجرة هدبوا عليها. فربنا اكنه ضمنياً يقولوا لو انت خررت بها اله هتلعد عني. حلي بالك هتموت عني. فيحصل ان ادم ايه. انت ضهره لربنا. ولا العكس ان ربنا انت ضهر ادم. ماذا رأيك؟ يعني في اللحظة ربنا قصص على ادم؟ يعني ربنا دلوقتي من ادم ولا على ادم؟ على ادم. طيب ربنا حلل موضوع ازاي تجاسته؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ مين حصل ايه؟ ماشي؟ فالمصالحة اللي حصلت؟ والفكرة دي مهمة. لان الفكرة دي مترصبة غلط في ازهنة لوقات كتيرة. ربنا متدايق منك. ربنا او ازعلان منك. ربنا ما اديك ضهره. لا ربنا مش مديني ضهر. انا اللي مش دايق نور الالهي. في فرق ما بين التعبيرين. انا مش دايق الحب. انا مش دايق العمل الروح الكدس في حياتي. انا المشكلة. مش ربنا وانا هاعد اترجاع عشان يديني وشه. لا خالص. مجرد ما انا بقوله يا رب. انا مديك ضهري. فانا انا بعمل كده عشان يديك وشي. يقول لي انا جاهز. ودي الحكايات اللي بنسمعها وبنشوفها في الامثلة بتاعت سيد المسيح. انا متكلم عن الابن الضال. الاب مستنيه. الاب ما قالش على ابنه لا روح خلاص انت بقى كده انا مديك ضهري. ومعملش كده. اول ما شافهم بايد جاه. والاب خده في حضنه. ودي فكرة تالتة مهمة. لازم ازهن. اني لو انا بدأت اقول جملة. ان انا دلوقت وحش ماينفعش اتكلم مع ربنا. انا قلت جملتين في منتهى القصوة. اولا قلت ضمنيا ان الخطيئة اقوى من ربنا. ما هو انا ميفعش اتكلم معاه. طيب. تاني حاجة. هو انا لو تعبان اتكلم مع مين. لو انا مش عارف اتكلم مع ربنا اتكلم مع مين يعني. فهمين الفكرة دي. لو الواحد بدأ يقول جملة. انا عارف. الانطباع اللي جوانا ان انا حاسس ان انا مش مستحقة اتكلم معاه. وده احساس حلو. نشكر ربنا عليه. روح الكدس مدهن. بس حلو الواحد يتعدى الحيط. انا رب انا عارف ان اجد مستحق. وعارف ان انا مليان حاجات كتيرة غلط. بس بصراحة احنا في القداس بنقول. لان رحمته قد ثبتت علينا او قويت علينا. وحق الرب يدوم الى الابد. الرحمة بتاعتك اقوى مننا. وده حق. وده هيدوم للابد. فاحنا بنلقي رجاءنا على الكلام بتاعك. انت قلت رحمتك قويات علينا. اقوى مننا. فاحنا واقفين قدامك عشان نقولك احنا مركزين معاك. في خطيئة بنعدي المطب ونكمل معاك. مش بنستهين بالعكس. احنا بنحط راسنا في الارض. بس ما بنقعدش وراسنا في الارض بس زي ما قلتلكم بنقوم تاني. فرقم ثلاثة فكروا في الموضوع ده كده. انا مركز على الله اكتر ما مركز على الخطيئة. لو انا لسه في الحتة بتاعت امركز على الخطيئة. اقول ما انا مش هتحرك كده انا في دايرة مقفولة على ذاتي. على نفسي. بغزي ذاتي نغير ما اخب بالي. انما انا عايز امركز على ربنا عشان اعرف اتحرك من المنطقة دي. رابح حاجة. كان فيه واحد اسمه بلاجيوس. بلاجيوس قرن الخامس ميلادي. خامس. صح? بدأ يقول ايه? بدأ يقول لجماعة. يعني هي بقولها كده بشكل. بصوا بصراحة يسوع المسيح جيه على الارض. وجيه وسطنا وعاش. وعلمنا حاجات حلوة. وادانا شوية وصايا. لو عملناها. هنبقى في السماء. لو ما عملناهاش. هنبقى في جهن. وقلهم ايه? بس كده. ومشي. في كنيسة ايته تعالى هنا. انت اللي بتقوله ده. فقال لها اه? هوا شوية وصايا. عرفت تعملها? هتبقى في المعاه. ما عرفتش تعملها? هتبقى مش معاه. فقال له طب يعني هي وصايا بس. بس. فقال لهم اه وصايا بس. قالت له قاسفين احنا مش قادرين نقبالك. ايمانك مرفوض. انت بدعة. بالنسبة لنا والتعليم بتاعك مرفوض. ليه? ليه ايمانه مرفوض? هو مش. اللي قاله ده مش غلط ولا غلط ولا صح ولا ايه? ايه الغلط في اللي قاله? وهقول لنا ربنا قال. جايه ودينا شوية وصايا نعملها. ايه الغلط في ده? ليه كنيسة رفضته? نعم. فيه الروح القدس موجود ما تكلمش عنه. بدأ يقول هيا وصايا اعملها. لوحدك وهتنجح. جاي قديس تاني على النقيد. بنحبه قوي بس في الحتة دي. ما قالش احسن حاجة في الحتة دي بس. بس احنا بنحبه قديس اغسطينوس. في الحتة دي لانه كان ليه تأثير معين بمواقف معينة. فبدأ يقول لا. الانسان اساسا. الصلاح. الالهي الصلاح فيه انعدم. ما عندهش صلاح. انسان بقى فاسد خالص. ما هوش مفروش ولا نقطة عدلة. وربنا بس. هو اللي يحدد. مين الانسان اللي هو عايزه. وينتشله من اللي هو فيه. وهو الحد ده اسمه مكتوب في السماء. بناء على قرار من الله. معايا. بسميه الـ يعني ربنا محدد مين في السماء. بيقول انت انا محددك فانا هجيبك هجيبك. لو بتعمل ايه. انت معندكش قوف نفسك اساسا. ان انا هعمل كل حاجة. الكنيسة رفضت. الفكر بتاع القديس اغسطينوس في الحتة دي. رفضته. قايت له لأ احنا اسفين. مش موافقين. طب كانت القصة فين. التوازن ما بين الاتنين كان هو الحل. التوازن اللي هو ايه. بيسموها سينرجي يعني. انا وربنا في ادين بعض. او انا ونروح القدس لجوايا. نتحرك مع بعض. حركة مشترك. انا بقول لكم كده ليه. لاني ساعات من غير ما ناخد بقى النا بنفكر زي بلاجيوس. او بنتصرف زي بلاجيوس. انا معرفتش ابطل ده. ايوا انت مين عشان تبطل ده. انا اسف تقول حاجة يعني. انت هتقدر. مش تعرف. وحتى لو عرفت. هتطلع تقول ايه. انا بطلت. فهتكون بتغذي ذاتك من غير ما تاخد بتغذي نفسك. بتغذي حاجة الايجو بتاعك وكبريائك. فده مش حاجة اساسا حلوة ان هتكون موجود. فساعات بفكر زي بلاجيوس. الكنيسة رفضت التعليم ده ان انا فكر الجهاد فقط. ده اللي قاله بلاجيوس. الجهاد بس. انا هبط. انا بعرف. انا بعرف. هروح لابونة في الاعتراف. اعترف. واطلع من عنده. مركز قوي ان انا هبطل ازاي. مش مركز ربنا هيساعدني ازاي. انا مركز. هوقف اي حاجة في حياتي ازاي بنفسي. بس ده مش كمية سألته. في حد تاني بيبدأ يقول له بص يا ربنا انا هسلمك نفسي. وانت تتحرك فيا. والنعمة بتاعتك اللي هتخلصني. انا مش هعمل ولا حاجة. بس انت تنتشلني. انا عامل زي المفلوج. اللي بقى له 38 سنة. مقعد. فلو سمحت انت هتعمل كل حاجة. انا مش هعمل حاجة. برضو فكرة ده ما كانش فكرة صحة خالص. انما انا بقول له انا بنعمة ربنا معاك يا رب. ممكن تساعدني. انا هقف قدامك عشان اخد نور بتاعك. لان انا مش هعرف لوحدي. ممكن تديني القوة. وساعدني يا رب ان انا لو سقط اقوم. هو حد يوعد ربنا ان يوقف خطيه. انا قاسف يا ابونا اقول الكلام ده بس. حدش يوعد ربنا يقول له بص انا هوقف الخطيه. انت مين انت عشان توقف. قل له يا رب. انا با وعدك ان انا ابقى معاك على طول. دي كلمة احلى. اوعدك ان انا بقى في علاقة حية معاك. عشان انت هتساعدني ان انا وقف كل حاجة. ومش بس هتساعدني ان انا وقف كل حاجة. هتساعدني ان انا بقى نور ليك كمان عالارض. عارفين الشيطان اللعبة بتاعته فين. يقول لي ركزها نفسك. خلص الخطايا اللي عندك الاول. خلص الدنيا اللي عندك الاول. يقول له طب أنا مطلوب مني أبشر باسم يسوع المسيح وأعرف الناس مين يسوع المسيح بالأعمال بتاعتي يقول له لا لا أصبر بس أنت مين أنت عشان توصل يسوع المسيح ركز على نفسك ده دور الشيطان يقضي يقول لي إيه ركز على الحتة الغلط اللي فيك لغاية ما تخلص إنما أنا دوري أقول له بص يا رؤي يا رب ممكن تستخدمني أنا ضعيف أنا عارف أنا إناء ضعيف وممكن أكون مشروخ ممكن أكون مكسور ممكن تكون في حاجات كسرتين بس ممكن تستخدمني في قصة كده مشهورة أنتم كتنوا عارفينها بتاعت الساقة اللي ماسك ما عنده ساقة وماسك إيه جرتين واحدة منهم مكسورة واحدة سليمة وهم ماشيين وبعد شوية حصل إيه الجرة المكسورة السليمة وصلت المية في الجرة المكسورة بتكلم الساقة فبتقول له معلش أنا مكسورة معرفتش أوصل المية اللي جوايا لغاية المكان المفروضة وصله فأنا أسفة معرفتش أعمل الحاجة المطلوبة مني فأخدها ووريها الطريق اللي كانوا ماشيين فيه فطلع النحية اللي هي نحية الجرة المكسورة مليانة زرع وورد طالع فبدأ يقول لها اللي كان فيه هنا بزور موجودة المية اللي كانت نزلة من الشرخ بتاعك كبرت الزرع ده فأنا أعرف أشتغل بيك بالطريقة بتاعتي أشتغل بيك كجرة أو أشتغل بيك بالطريقة بتاعتي لغاية ما الشرخ بتاعك يتحل فيه بس ما تخليش شرخك يقف قدام ربنا أني ده لغاية ما يتحل هذا الشرخ نبدأ نعمل علاقة نبدأ نكون معاك ونخدم معاك لا ربنا بيستخدمنا بنلاقيها كتير أحسن واحد يعالج مدمنين مين واحد متعافي صح ليه هو فاهم خلاص فاهم ومر بظروف وعارف ومدرك قلم الناس ومدرك الأبعاد كلها فساعات ربنا بيستخدمنا بيشرخنا وبعدين بيقوينا واحدة واحدة وإحنا معاه لغاية ما نبقى بنعلم من الخبرة اللي احنا خدناها في حياتنا بشكل أو بآخر أو اللي احنا مرنا به فبرضو ركزوا في البعد ده فكرة أن أنا God oriented أو مركز على الله أكتر بمركز على الخطيئة مركز على أن في حاجة اسمها Synergy أو جهاد ونعمة مع بعض بمشتركين أنا بتحرك وربنا معايا وبتحرك أكتر في العلاقة معايا أكتر من أنا أقعد ووقف خطايا عشان ما بقاش عامل زي بلاجيوس مش حاجة صحيح آخر حاجة يعني أبقى مدرك أن في بعض الحاجات الغلط اللي بتحصل في الخطايا الجنسية بالذات أو في البورنوجرافي الحاجات اللي أنا بشوفها مش حلوة المشكلة مش في الفرجة بس المشكلة في الزاكرة الميموري دي عاملة زمان كان في أفلام زمان اللي ما كنا بنصور بالكاميرات ما كانش الديجيتال موجود كان فيه فيلم فيلم فيحصل إيه؟ الفيلم ده بيسموه نيجيتف والنيجيتف ده يطلع منه ألف صورة بعد كده الفكرة في الحاجات دي لازم ببقى مدرك أن هي بتغذي حاجة كده بيتكون عندي اسمه نيجيتف والنيجيتف ده بيخلي العقل بتاعي في لحظة يعرف يستدعي أي حاجة من نيجيتفز اللي عندي الكتير قوي في أي وقت عشان خاطر أغلط ف يعني لو عايزيني أقولكم نصيحة بس ممكن واحد ياخد منه واخد موقف قوي من الحاجات دي قوي وصريح وواضح ويقوله رب ساعدني ساعدني في الموضوع ده أنا مش عايز أكون نيجيتفز جوايا عشان الشطان ما يستخدمهاش غلط قدام في حياتي لأن أنا رجع وأقول الخطايا دي بتخلي واحد تعبان ومتدايق لأن أنا بأخطئ إلى هيكل الله بحسب تعبير القديس بولوس طبعاً تعبير صحيح جداً فإزاي الواحد يكون شايف الموضوع ده بقوة بس أرجع وأقول تاني الجسد أو الإنسان يعبر عنه في كتاب المقدس فوقت معناها الإنسان العطيق ومعناها تاني في وقت معين ذا الكلمة صار جسداً إن دي حاجة حلوة ده يسوع المسيح بقى إنسان يعني فسلق ساعات كلمة ساركس حتى تعبر عن إنسان إنما في أوقات تارية كلمة سوما سوما يعني جسم دي بتعبر عن الإنسان الحلو نتكلم عن الجسد المقدس وإحنا في الإفخارستية أبونا يقول إيه بي سوما إس أواب صح؟ سوما فسوما يعني ده جسد ده مقدس فإحنا دورنا إن إحنا نتجدد بالروح الكدس عشان نكون الإنسان الجديد جوانا يستنير بالروح الكدس ويبقى منور فيعرف يبقى واضح في علاقة مع ربنا يعرف يعدي المطبط من الخطايا ويعرف يكمل باتجاهات واضحة معها عندنا مشكلة أو أزمة شوية في الميديا المسيحية الميديا المسيحية دايما بتطلع لنا أفلام القدسين على إنهم ما معلوش ولا حاجة غلط في حياتهم ودي كان هدفهم حلو هدفهم حلو إن يورونا أن القدسين دول حاجة كبيرة أوي بس ده بيحمل فطياته ساعات إن أنا المفروض أنتقل من الخطوة دي الخطوة دي في لمح البصر لأ إحنا برضو الأرثوديكسية بتعلمني حاجة اسمها حتى التدرج وإحنا جوا يسوع المسيح بنقتني الكمال مش بنقتني الكمال عشان نبقى مع يسوع المسيح إحنا جواه بنعرف نكون بعدين كاملين أو ناضجين فيه فأنا عملا باعد عنكم كل التأثيرات دي لأن دي مش مش الحياة بتاعتنا الحياة بتاعتنا تدرك واحدة واحدة وبتحرك لغاية ما وصل إن أنا كإنسان على بعض وكجسد مبارك في يسوع المسيح سؤال موسيقى 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 روشيل بتتكلم على إننا لو الموضوع ده تقفل قوي بلاقي نفسي في موضوع الزواج المفهود في العلاقات دي مباركة ببقى الواحد متنشن فيها لأنه أخذ انطباع إن الحاجات دي غلط زي ما رجعنا وقلنا في النص إن كل فعل هو ممكن يكون هو نفس الفعل ممكن يكون مبارك في أسواع المسيح ونفس الفعل يكون خاطئ بشكل أو بآخر أي على فكرة كل حاجة يعني ممكن تبقى خدمتي حتى أعرى بنا هيستخدمها لشكل صالح بس ممكن تخدمتي لنفسي تكون معمولة بشكل خاطئ فتبقى مضرة لي أنا كخادم ممكن تبقى مضرة لي كخادم وممكن أخدم صحة ليسوع المسيح بأنها اسمها خدمة فإزاي الواحد يبقى يعني قدر الإمكان إحنا يعني يكون عندنا نضوج الكامل إن إحنا وإحنا موجودين نبقى عارفين إنه آه في حاجات غير مباركة لإني لإني ده مش وقتها مش أكتر ده مش الوقت بتاعها ولا دي الطريقة بتاعتها إنما هيبقى ليها طريقة تانية في وقت تاني بشكل تاني أحسن بكتير من الحل الأولاني كان أستاذ عادل ألفونس كان في أحد اللي وعظات كان بيقول إن إحنا ساعات بنبقى عايزين ناخد التفاحة وهي خضرة لسه فنبقى عايزين وهي خضرة بس نجي ناخدها وندقها لإيها مرة شكلها حلو بس طعمها مر لو إحنا سبناها شوية هتستوي فهي هي نفس التفاحة بقى طعمها حلو فتبقى العلاقة دي مباركة في الجواز لأن هي شكلها حلو وطعمها حلو كمان غير إنما تبقى شكلها حلو وطعمها وحش أه أه صح 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 خلي بالكم أي سر في الكنيسة هو من كوم حرفين صح صح؟ مش ثلاث حروف. هنحط حرف ما بين السين والريه. ها هيبقى اسمه ايه؟ سحر. عندناش سحر. ما عندناش سحر التناول. معي؟ ما عندناش سحر التناول. ما عندناش سحر المعمودية. ما عندناش فكرة زرار هندوس عليه. انا تحولت لحظة بيت انسان جديد. ما عندناش الفكرة ده. انما عندنا اني انا باخد قوة غير عادية. انا في التناول باخد قوة اتحادي بيسوع المسيح. هو سر. مش سحر. على قد ادراكي. اني انما انا بتناول كده. انا باخد قوة يسوع المسيح. عشان اقدس الحياة بتاعتي بعد القداس. والادراك ده يكون جوايا. وعايزة عيشه. على قد ما اني ربنا هيشتغل معي. فانا مش مؤمنين بفكرة النعمة فقط. زي ما احنا اتفقنا. مش زرار او ربنا هيعملي حركة معينة. يغير كل حاجة في لحظة. لان هو عايز كده بس. لا. انا اللي هي رغبة. واللي هي اتجاه. نفس الفكرة. انا مش معنى ان في المعمودية خد الروح الكدس. ان هو خلاص بقى مفاعل بشكل تلقائي. لا. هو موجود جوايا. بقى عندي قدرة استدعاءه في اي لحظة. عندي قدرة التقاول مع الله في اي لحظة. عندي قدرة نقولها رب يا روح الله الكدوس اللي جوايا. ايها الملك السماء المعزي. روح الحق. واعد اتكلم انت المحي. طب احيني. ففيه فعل وفيه تكميل حقيقي. فهو حركة مشتركة بين الله والانسان. حركه مع بعض. فحركة قوية جدا وبتحصل ليه نتائج حلوة جدا لما يكون بفعلها بشكل صحب. وصلت. سر مش سحر. مش سحر. ما عندناش اصحر. نفس الفكرة كل الاسرار. مش هروح عند ابون اعترف وبعد الاعتراف هطلع. اخدت سحر كده معانة. خلاص انا عارف هعمل ايه. والدنيا بقت منورة. لا. ده انا هطلع ويعني. وعارف هتحرك ازاي بعد. كان في حد مش عارف اختم معاكم بقصة زغنطوطة كده. واحد رح لبابا كرولوس. فهو بيتناول. قال له يا سيدنا. انا اكلت الساعة 12 ونص. بالليل يعني. والتناول كان الساعة 9. فعايز اتناول. هو انا كده فطرت. بابا كرولوس عارفين رد عليه. قال له ايه. قال له جملة غريبة جدا. قال له. اللي هفطرك قبل التناول. هو اللي هتعمله بعد التناول. صعبة شوية. يعني لو انت مقدستش نفسك بعد التناول واعتبرت انت مقدس في يسوع المسيح. وطلعت من بعد القداس. عملت كل حاجة تاني بتشتم وبتعمل كل حاجة زي ما هي. ده فطرك قبل التناول. ده اللي فطرك قبل التناول. مش. هو قال له بابا كرولوس قال له بس ما تعملهاش كية تاني على النص ساعة يعني. بس هو كان بينقله البعد تاني اعمق. قال لهم انت بص على البعد الاعمق. انت بتقدس نفسك في يسوع المسيح عشان تتحرك في حياتك بقوته. نفس الفكرة في الصلاة اللي بصليها. انا مش بصلي عشان اقول له راضي عني. تمام كده. اعمل صح. خلاص. عشان كده قلتلكم القصة الاولى. مش الفكرة. في ان ربنا مدي ظهره الناحية التانية. وانا بعمل افعال عشان خاطر ديني وشه. لا. انا لما بعمل خطوات معاه بالصلاة والتناول والاعتراف. انا بقرب من نور الالهي. انا بدوق حبه. انا بقرب من الدائرة بتاعته. فبدوق كل المفعيل بتاعته لان انا بقرب منه. فيعني بختم معاكم بالحتة دي. مع الشابونا. انا خلاص عشان الوقت تمتهيق لي. مش عارف. احنا ماشيين بان. ربنا يبارك حياتكم. يساعدكم. وشكركم استماعكم. نشكر تسابونا ابونا يوسف قزمان على الكلمة الجميلة. ربنا يديمك هنوتو. موسيقى